السلام عليكم ورحمة الله وسهلا وبركاته ومحبابكم على قناة الفيزياء والرياضيات ببساطة وهذا المرة مع مستوى جديد ان شاء الله اللي هو السنة السادسة ابتدائي اللي غان بدا سلسلة الفيديوهات ديالها بتصحيح الاختبار الموحد المحلي اللي كيكون على صعيد المؤسسة هاد الامتحان المحلي كيخص مادة النشاط العلمي اذا هاد المادة النشاط العلمي كتتفرق لكم تقريبا الى عنصرين العنصر نساع او الى مادتين المادة العلم الفيزيائية طواليا عشرات النوقات ومادة عنوم الحياة والارض او عنوم طبيعية طواليا عشرات النوقات اذا تقريبا هاد الامتحان المحلي تتكون المدد الانجاز دياله خمسة واربعين دقيقات يكونوا في اسئلة بسيطة جدا يخش شوية متع التركيز منكم اللي يرتي لكم اذا دائما فشي اعطيوه لكم على هاد الشكلة اللي يكون مطبوع لها الشكلة دائما هنا في لونطيت كجيغاسكس بالاسم دياله كرقم الامتحان وهاد المكان ولا هاد الحيس يكون مخصص للأساد واللي كي اعطيك النقطة والاسم دياله اذا نبدو بالتمرين الاول الخاص بمادة العلوم الفيزيائية لعشرات النوقات اذا اول سؤال في الامتحان قل لك اذكر اربع عناصر من عناصر الدرة الكهربائية بالمنزل اذا هاد الشي رقريتوه في الدرس اذا شنو هي العناصر تقريب الاربع الاساسية في المنزل من عناصر الدرة الكهربائية اول عنصر هو العداد سافي شنو هو اول عنصر هو العداد العنصر الثاني هو الفاصل ديجنكتور والعنصر الثالث هي الصهيرة اذا نخصكم تكونوا حافظين هاد العناصر والعنصر الرابع هي اسلاك التوصل اه السؤال الثاني في هاد الفرد قال لك اكمل ما يلي بما يناسب يعني طونا واحد الجمال اللي فيهم واحد الفراغات خستكم تكونوا هاد الفراغات خستكم تملؤهم اذا نقرأ لكم الجملة نميز بين اصلاك الدرة الكهربائية المنزلية عن طريقة الوانية اذا نخصكم تعرفوا ما في المنزل أصلاك الكهربائية nun هي بلاون واحد كان نخدمو بلاون الاحمر كان نخدمو بلون الاحمر كو بواحد السلك اللي اللون ديالله ازرق وواحد الى اللون اخدر سافي واصفار ال� Innen السلك اللي تكون اللون الاحمر سوف نسميوه سلك وIntرрако و اللون السلك اللي تكون لون ديالله ازرق نسميه سلك المحايت. والسلك اللون دياله اخضر او اصفر هادا نسميه السلك الارضي. اذا نخصكم سكونوا حافظين هاد الالوان وهاد الاسلاك الكهربائية اللي كنستعملوها في المنزل. وهات شي اشفتوه في الدرس اذا نعود لقرار لكم الجملة ديالكم. قل كنميزوا بين اسلاك الكهربائية المنزلية عن طريقة الوانها. فسلك الطور لونه كيفا هو احمر. والسلك المحايت لونه ازرق. اقلو الى. لونه ازرق. والسلك الارضي اذا نعقلو الى هاد الانوعة السلاك الكهربائية. لونه اخضر واصفر. لونه اخضر واصفر. اخضر واصفر. اذا نتقلو الان الى السؤال رقم ثلاثة الخاص بمادة الفيزياء. دونك السؤال رقم ثلاثة قل كسل بخط كله عنصر بدوره. يعني اعطونا هنا بعض العناصر الدارة الكهربائية في المنزل. وكل واحده هات عطيني الدور دياله فاش نجو مثلا العداد. شو معناصر اللي اعطوني بعدها? اعطوني العداد الفاصل قطي تصير سهيرة. دونك نجو من المكتوبة هنا يحمي الدارة الكهربائية في المنزل. هنا تحمي اه الاجهزة الكهربائية من الثلاف يقيصو الطاقة الكهربائية المستهلكة بالمنزل يفتحو او يغلقو الدارة الكهربائية للمصابح. دونك العداد راشنو هو الدور دياله? العداد هو اللي كيقيصو الطاقة الكهربائية اللي كان سهلكو اللي كان خلصو صحاب الكهربائية اللي كان خلصو لارادهم. دونك العداد شنو غايجي? غربتو معايا قيصو الطاقة الكهربائية المستهلكة بالمنزل. نجو الفاصل. الفاصل شنو الدور ديالو راح يحمي الدارة الكهربائية في المنزل يعني الفاصل فاش يكون وحد تيار كهربائي ولا وحد اسي لكتير هو اللي كيقطع لندو في المنزل نجي وده بالقاطع تيار قاطع تيار شنو الدور ديالو هو اللي كيفتح ولا كيغلق الدارة الكهربائية للمصابح قاطع تيار بالدارجة وديك النقاصة لديك نكون عدنا في البيوت كنشعلو منها الدو كنطفيو منها الدو يعني كتفتح الدارة ولا كتغلق الدارة دون قاطع تيار شنو الدور ديالو يفتحو او يغلقو الدارة. نجيول الصهيرة الصهيرة شنو الدور ديالها انها كتحميل اجهزة الكهربائية من التلف. نعقلو على الدور انتع كل عنصر من عناصر الدارة الكهربائية يعني هتشير بسهولة بمكان ماشي شي حاجة اللي صعبة الله يردع لكم. انتقلوا للسؤال الرابع في هذا الجزء الاول اطرحوني نفسه الرابع قلك ماذا ينتجو عن استعمال الطاقة يعني 贽 انت 真的 игры. ماذا ينتج لها. انا انا اخذكم تعرفوا الطاقة الكهربائية فش ينتج لها ما كان يقصد بالحركة. خضني مثلا مولينيكس باش كان بتحنو العاصر فاش تركبها وكاذا تبدأ تستهلك الكهربائي. اش كاذا تبدأ تدير، كاذا تبدأ تبدغل أطريبا باش تبدأ تدور باش تسطحن. يعني شنو هنا訴 ماذا اليه منwire استعمال تيح لجنيد على الاستعمال الطاقة الكهربائية الحركة كانت عمولينيكس مثلا المسبح فاش كان عطي الكهرباء شنو كي يعطيني الاستعمال الثاني اللي كي يعطيني كي يعطيني كي يعطيني الإضاءة مثلا خديت فورن كهربائي واستهلك الكهرباء طيار الكهربائي شنو كي يعطيني كي يعطيني الحرارة انا ماذا ينتج عن استعمال تقاطك نقطة ونسخة ندير له ثلاثة اذا اول حاجة كينتج عنها الحركة شنو كينتج الحركة شنو كينتج كذلك الإضاءة مثلا المسابحي اللي كتعطيني الإضاءة شنو كينتج كذلك كينتج مثلا الحرارة مثلا بحال فورن كهربائي الى اخريك يعطينا الحرارة اتمنى تكون الإجابة واضحة نتقلوا الآن إلى السؤال الخامس والأخير في هذا الجزء الأول من الامتحال المحلي الخاص بالسنة السادسة ابتداء ايدنك في سؤال الخامس قل كصنف المصادر الطاقة تالية في الجدول الموالي نبعد مصادر الطاقة الكهرباء الرياح البيتر والشمس الفاحل هنصنفوها شكو اللي فيهم مصادر الطاقة طبيعية يعني جيم الطبيعة وشكون هي هنا لمصادر الطاقة الصناعية نبدأ باول عنصر كهرباء وش كهرباء اخوتي كين في الطبيعة ولا كيتصنع يعني كنجوها ايدن كنجوها دونك الكهرباء شنو هنديروها من مصادر الطاقة الصناعية الكهرباء من مصادر الطاقة الصناعية الرياح الرياح هدي من مصادر الطاقة الطبيعية كاينة في الطبيعة الحمد لله الله كيوفرنا الرياح نعمة من الله عز وجل البيترول حتى هو طبيعية يعني البيترول هكين في الطبيعة تكشي باش سعودية دير الفلوس الشمس حتى هي مصدر من مصادر الطاقة الطبيعية والفحم بتا هو مصدر من مصادر الطاقة الطبيعية ايدن سؤال هذا صراحة الله نقطة ونصرها كادوراهير لما بغيتش سؤال واضح وباين دونك انتقلوا على بركة الله الى الجزء الثاني من هاد الاختبار الموحد المحلي الخاص بالسنة السادسة الاعدادي ونتقل الجزء الثاني خاص بالعلوم الطبيعية او بسلسلة دروس العلوم الطبيعية ايدن نحاول نقادل الورقة نقرأ لكم الاسئلة دونك السؤال الاول مزيان شوف واضح دونك مزيان دونك السؤال الاول قالك اكتب صحيح او خطأ امام كل العبارة اعطاونا هنا بعض العبارات قد تقول له صحيح ولا خطأ نقرأ العبارة الاولى قالك التربة هي الطبقة الداخلية للقشرة الارضية دونك في نظركم هادا وش جواب صحيح ولا خطأ جواب خطأ علش جواب خطأ فين كنلقوا حنا التربة وش فوق الارض ولا تحت الارض خسنا نحفروا هذا القوة التربة راقي ايا فوق الارض يعني شنو هي التربة راقي الطبقة الخارجية للقشرة الارضية ولساس الطبقة الداخلية دونك هنا شنو نكسب الاساد خطأ ادروا خمس كون شقاري الدرس راقي تجاوب عليه الجملة الثانية تحتوي التربة على مواد معدنية فقط وهنا خطأ را تربة ما فيه شهر المعادن فيها مواد اخرى فيها الماء مواد عدوية الى اخرى يعني هير مشي مادة ما فيه شهر المعادن دونك هنا كذلك خطأ اجابة نكسب الاساد خطأ جملة الثانية تعدنا قلك التربة هي الطبقة الخارجية للقشرة الارضية وهنا صحيح قبيلا قلك الداخلية خطأ ده بشنو هي التربة هي الطبقة الخارجية دونك شنو نكسب الاساد صحيح الجملة الرابعة والاخيرة قلك سحتوي التربة على مواد عدوية ومواد معدنية وكذلك الماء والهواء وهذا هي الإجابة الصحيحة ما فيه شهر المواد المعدنية فقط نو كناش نو نكسب الاساد صحيح تقريبا هاد الربعة الجملة راجوج ضد جوج يعني إلا جاوبتي فوحدة خطأ رأى الخراع أوتوماتيكيا نخصك الجاوب صحيح تقريبا مشي شوية الانتليجونز شوية الدكاء رغيبا لك الإجابة الله يرضي عليك نتقلوا الآن إلى السؤال رقم اثنان فضل امتيحة المحلي السؤال رقم اثنان قلك أدعو أدعو علامة أمام الجواب الصحيح هناك اختيار قلك بعد بضع سنوات تتحولوا أوراق النباتات المتساقطة على التربة وجوتة الحيونات إلى غربار أسمر يسمى واش الرمض والفرش الحراجي والذوبال وهدي عاو تهنيك سكونوا عقلين عليها تكونوا دابطين ها تكونوا فاهمينها دائما بعد مرور سنوات هديك الأوراق النباتات اللي كتسقط على التربة الجوتة تنتعى الحيونات متانا كاملة كتتحول إلى ذوبال وليس إلى رمض الرمض كيجينا من العافيات هنا شنو هنكتب الأساد إلى دوبال وهانا صورت نقطة بكل سهولة خسني هين كون فاهمش شوية الدروس ديالي ولحتى ما كنتش فاهم الدروس رابعين الإجابات ستشيرها ماشيش حاجة اللي صعبة اللي يردع لكم ما تراتي وش النقاط ديالكم السؤال الثالث هنا قلك أدكر ثلاث من عوامل حت التربة يعني شنوية العوامل اللي كتدي إلى حت التربة إذا كين عدة عوامل كين مثلا زحف المدن مثلا كين بعض المناطق ولا فيها مش كين تعزحة التربة على انتحات التربة على شحيت ولا فيها البني بزاف كين مثلا قطع الأشجر ولا والناس كي مشوا الغابات كي قطعو الشجر يعني التربة ولا كيت تحتس على شحيت سادوك الجودور الشجر ولا كيش لنا تربة كين راي الأغنم الجائر يعني يرطلق الأغنم موسير كين المياه مثلا فيشيكون الفايدانات المياه ركيدة لنا التربة كذلك الرياح إذا كين عدة عوامل أنا نكسب له ثلاث دونك أذكر ثلاث من ثلاثة عوامل لحد التربة مثلا نكسب له الرياح صافي الرياح والماء مثلا والمياه ندير له الجوج في وحدة هنا باش ندير الأستاذ راني يفهم العامل الثاني مثلا نكسب له قطع الأشجر العامل الثالث مثلا نكسب له زحف المدن ولا الرعي الجائر زحف المدن إذا أنا جاءت بكل بساطة وبكل سهولة على هذا السؤال ننتقل الآن إلى السؤال رقم أربعة قلنا نضع عينا من ثربة الحديقة في أمبوب ونقوم بتسخينه فنلاحظ التكون بخار الماء على الجوانب الأمبوب ماذا تستنتج من هذه التجربة قلنا نضع مصطع تكون لبخار الماء على الجوانب ونضع الماء على الجوانب الأمبوب يمتلك كيف يستنتج كيفية الماء يجب أن تستنتج من هذه التجربة كيف يستنتج بقربة توربة ما فيها الماء؟ تحتوي على الماء كيف نضع الأستاذ؟ السنتج السنتج من هذه التجربة أنا أعتذر من هذه التجربة نرى التجربة أن التربة ماذا تحتوي على الماء على الماء إذن وهنا سألت الإجابة السؤال الخامس والآخر قلنا ندعو على تندا بعين من التربة في إناء به ماء فنلاحظ تساعد فقاعات في الماء يقول الماء أخوتي فاش كتخرج من فقاعات شنو هادي رهي الهواء مثل مش كنحرق رهي المنادة وكتخرج هدك الكشكوشة شنو هدك رهي الهواء إذن أنا فاش درت التربة في إناء فيه ماء وتساعد لفقاعات شنو هنستنتج من هذا من أن التربة تحتوي على الهواء السنتج أستنتج ماذا؟ أن التربة تحتوي على ماذا؟ على الهواء إذن هنا سهلية المتحل المحلي ديالي في تقريبين فقاش في ربع ساعة ما كاملاش قسني نكون دابطي الدروس ديالي إذن ما تتمرين الآخر شنو خسكم تعقلوا بأن التربة هي الطبقة الخارجية القشرة الأرضية كتحتوي على المواد المعدينية وعلى الماء والهواء سافي باش كنعرف بأن التربة فيها الماء كندير شوية تربة فيه ونبو باختبار فألاحظه وفاش كنسخنه كنلاحظ عليه بخار الماء وباش كنعرف فيها الهواء كنش التربة ونديرها في الماء كيسعد منها فقاعات هذا دليل على أنها تحتوي على الهواء إذن نتمنى تكونوا استفتهم تحيح هذا الامتحان الموحد المحلي للسنة السادسة من التعليم ابتدائي وإن شاء الله إلا كانت تفاعل وكانت نسبة المشاهدة مزيانة غنحاول الدورة الثانية غنجز معكم دروس وتمارين خاصة بمادة الرياضيات والنشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائية باش نهيكم أعذرة للامتحان الجهوي إن شاء الله إذن سلام عليكم وإلى اللقاء إلى نمادج أخرى إن شاء الله